لو مريضة سيدة وعندها ارتفاع في ضغط الدم المزمن وبدياخد بيتا بلوكرز بتاخد دوة زي كونكور مثلا هل ده بيضعف قدرتها الجنسية وبيعمل لها قلة في الرغبة الجنسية ولا لا زي بعض الرجال اللي ممكن يحصل معهم مشكلة في الانتصاب بسبب هذه المجموعة اللي هي بيتا بلوكرز كنت عملت حلقة صغيرة زمان كده عن أدوية الضغط وإعلقتها بالقدرة الجنسية وعرفنا هناك إن في بعض المجموعات خصوصا البيتا بلوكرز ممكن تعمل كأعراض جانبية ضعف جنسي أو ضعف انتصاب عند بعض الرجال وليس كلهم طبعا فجال سؤال من سيدة هل ده بيؤثر على السيدات أيضا ولا لا فبحثت في النقطة دي ولقيت إن معظم الدراسات اتعملت على الرجال طبعا عشان اهتمامهم بالنقطة دي لكن في دراسات قليلة اتعملت على السيدات وأثبتت فعلا إن هذه المجموعة اللي هي بيتا بلوكرز ومن ضمنهم البيسوبرولول أو كونكور وخواته ممكن فعلا يقلل للرغبة الجنسية عند السيدات وملحوظة بس إن البيسوبرولول أو الكونكور أو البيتا بلوكرز يعتبر مش خطة أول دلوقتي في علاج ارتفاع الضغط المزمن وملحوظة كمان إن الأعراض الجانبية مش لازم تحصل لكل المرضى اللي بياخدوا هذه المجموعة وأي دوة في العالم لأثار جانبية وبالنسبة للديوريتكس أو مدررات البول والكالسيام تشانل بلوكرز فهم أقل بكتير في هذه النقطة يعني مش بيعملوا ضعف جنسي بالشكل الكبير يعني أما مجموعة الإيس أو الأربس فوجدوا أن هما بيحسنوا القدرات الجنسية سواء عند الرجال أو عند السيدات ودومتوا في أمان الله